مخطط جديد قد يؤدي إلى انفجار الأوضاع في القدس مجدداً مشروع استطاني جديد تحت مسمى مركز المدينة وافقت عليه حكومة الاحتلال الهادف إلى تغيير معالم أهم الأحياء في مدينة القدس كالبلدة القديمة وشارع صلاح الدين وشارع السلطان سليمان وباب الزاهرة وحي وادي الجوز وحي الشيخ جراح إذ سيمتد على نحو ستمائة وخمسة وستين دون منا أولاً هذا المخطط الذي يعتبره هو جزء من سياسة إسرائيلية واضحة بعملية دمج القدس الغربية بالقدس الشرقية وإنهاء قضية القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية وفي نفس الوقت أيضاً التضييق على السكان الفلسطينيين في قضية البناء الفلسطيني وتدمير الأحياء أو المنطقة التجارية الصناعية أو المركز المدينة بشكل كامل الحكومة الإسرائيلية الجديدة ماضية بمنطق فرض الحقائق الجديدة على الأرض في القدس المحتلة ويبدو أنها لا تكترث بالقرارات الأممية ذات الصلة وتنوي من خلاله استهداف الممتلكات والمباني الفلسطينية للضغط على المقدسيين وخططات كبيرة جداً رح يكون لها أثار بعيدة جداً على وضع المجتمع المقدسي ووضع التاريخ المقدسي البناء المقدسي التراث المقدسي لأننا رح يقير المعالم ويضفي صبغة يهودية على كل هاي التغييرات وفتح الشوارع على بعض تغيير الشوارع طبعاً في الوقت نفسه هناك تضييق علينا تضييق عدم التوسع تضييق عدم البناء هذا ضمن مخططهم المشروع الإسرائيلي واجهته تحذيرات دولية وأممية لمنع تطبيقه ويتزامن المشروع مع عمليات هدم المنازل وحملات الاعتقالات التي تستهدف المقدسيين إذ يسعى الاحتلال إلى صنع بيئة طاردة لأهالي القدس تمضي حكومة الاحتلال الإسرائيلي في مخططاتها لتغيير طابع القدس الديمغرافية والتاريخية والعربي المسيحي والإسلامي وصدى رفض دولي وشعبية سالي منذر لتلفزيون سوريا القدس المحتلة